أستاذ الغيتي نفسه قال لنا إن كان مرشح للدور ده ناس كتيرة جداً منهم أحمد مكي منهم أحمد محمد سعد هل خارج شايف إنه عمرو عبدالجليل ترشيح للدور ده كان صائب من وجهة نظر بقى مخرج وفنان أنا لو أنا اللي بخرج أنا هرشح صلاح أبضل في مرحلة ولو بخرج هرشح عمرو عبدالجليل في مرحلة ولو أعتقد مكي بعيد عن الترشيح مش بتاعوش يعني فكرة شخصيات هل إحنا عايزين حد شبهوا ولا يمثلوا بالنسبة كانت في المية شايف إنه الفنان عمرو عبدالجليل أدت دور مناسب أو مناسب مناسب كدور عمرو عبدالجليل ممثل عظيم ممثل شاطر مناسب مناسب أنا أعتقد أن عمرو بالنسبة 70% مناسب 70% مناسب كتمثيل إنما إحنا عايزين شبيه نجيب الريحاني ولا ممثل يؤدي دور نجيب الريحاني تفتكر مين كان يدي المية في المية ما هو أنا الأستاذ فاضل متعامل بع المسلسل ده إنه ممثل يؤدي شخصية نجيب الريحاني مش شبيه نجيب الريحاني يعني عملنا مسلسل إسماعيل ياسين عمله الأستاذ أشرف عبدالجليل هل أشرف عبدالجليل شبيه إسماعيل ياسين؟ فيه فيه روح فيه بس أشرف من المسلول مش مطلوب يقعد يعمل كده طول الوقت مش مطلوب أنت بتمثل شخصية مصدقية قريب هي مشكلة الشخصيات دي اللي هي العامة دي ونجوميتها طاغية جدا وعاشت في التاريخ أما تيجي تمثلها ما أنا عملت هتلر هو هتلر ده هو هتلر اللي أنا عمله يعني شبهه أنا قربت بقى بالشنب وقربت مش عارف بالقصة بس أنا مش شبهه أنا وديتك لشبهه فيه منهج مدرسة تانية أن أنا أبقى شبهه بالظبط مثل فنان أحمد زاكي زي ما عمل عبدالحليم فابرين فمكنسوم يعني أعتقد أن هي مدارس تناول لكن أنا بحيي صناع الضحك الباكي أشكرهم على هذا العمل ترجمة نانسي قنقر